بدوره أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفن أنه يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني وخلال مؤتمر صحفين أثناء زيارته لإسرائيل أوضح سوليفن أن واشنطن ملتزمة بجهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لفتا إلى أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدة إلى قطاع غزة نحن أيضا نستمر في الدعم مع مصر ومع الأمم المتحدة في إيجاد السبل لإدخال المساعدات وأيضا التأكد من عدم توسع وقت الصراع في المنطقة وأيضا نحن نؤكد التزام الرئيس بايدن للعمل على الجهود الدبلوماسية